اشتركوا في القناة ممكن وجه يكون ايجابي وجه يكون بيخليني اخد الخطوة باخدها بالفعل ولكن بحضر وفيه خوف ممكن يدمرني تماما لما بيبقى فيه افراط من الخوف ان انا هفشل 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 وافضل خايف بشكل كبير لدرجة ممكن تصل للهلع هنا بتبقى المشكلة وعموما الخوف من الفشل احنا كلنا اكيد سمعنا عنه وعارفين ان فيه خوف من الفشل بس تفتكروا حضراتكم ان فيه خوف من النجاح ممكن حدي يبقى خايف انه ينجح اه فيه كمثال ودي شخصية اعرفها شخصيا بنت درسة اعلام موهوبة جدا عندها كل الامكانيات والقدرات اللي تخليها من اكبر المذيعين في الوطن العربي وده اصلا حلمها من وهي طفلة انها تكون مذيعة ولكن دايما حطل نفسها حاجات بتوقفها زي انه انا لما هنجح يعني هي واسقة انها هتنجح انا لما هنجح هتطرر هشتغل اكتر ولادي هيبقى اكتر على والدتي ممكن اضطر اعمل حاجات انا مش عايز اعملها وغيره كتير جدا في حين ان هي عندها الامكانيات وعندها الثقة انها هتنجح ولكن هي خايفة من النتائج المترطبة على النجاح ده بدل ما تفكر اتعابل معها ازاي ويمكن يكون هنا الفرق من اللي خايف من الفشل واللي خايف من النجاح اللي خايف من الفشل دايما بتلاقيه بيكتهد وبيتعب وبيبزي المجهود كبير جدا علشان يتجنب انه الاخطاء على قد ما يقدر ولكن هو في الاخر هو بياخد خطوات ولكن دايما بتلاقي الشخص اللي خايف من النجاح ده بتلاقيه يعني ما بياخدش الخطوة هو اصلا ما بيحاولش بما فيه الكفاية برغم انه هو عنده الامكانيات اللي تؤهله انه هو يعمل ده ودي فعلا مشكلة كبيرة جدا يا صفوط ان الخوف الافراط في الخوف من الفشل بيخلي الانسان فعلا يقف خالص ما يعملش اي حاجة في حياته ما يعملش اي اهدف في حياته ولا حق اي نجاحات هو ده فعلا نفسه اللي ممكن يحصل برضه من الافراط في الخوف بس بقى من توابع النجاح بالضبط زي المسئولية الناس كتير في مخايف المسئولية بالضبط فيبتدي ان هو بيهرب بيعمل حاجات شبه كده بس انا شايف ان هو اللي خايف من النجاح هو مش هايز ينجح اصلا علشان هو مش هايز يبزل مجهود علشان ما فيش نجاح من غير بازل مجهود لكن النجاح احنا كلنا بنسعليه كلنا عايزين نحققه كلنا عايزين نفوز فيه في حياتنا وفي اختبار حياتنا هو بيبزل اللي هو قصده ان هو لأ هو عنده الاستعداد ان هو يبزل المجهود ولكن هو خايف ان هو بعد ما يبزل المجهود ده النتائج بقى اللي هتترتب على نجاحه ده هو دي الحاجة الحقيقية اللي هو خايف منه ما هي فيها الزاويتين يعني ممكن حد خايف من اللي هيترتب على النجاح وممكن حد خايف مش خايف هو مش عايز يطعب مش عايز يبزل مجهود يعني يعني عايز يبضل قاعد في مكانه ما يبزلش مجهود لكن اللي هو النجاح في حد ذاته كلنا بنسعليه مفيش خوف منه إحنا هو ده اللي إحنا بنسعيله اللي إحنا عايزين نحققه من تجربتنا اللي إحنا عايشينها في الحياة وكمان فيه يا سلفانا ويا صفوت فيه نوع من الخوف غريب جدا الخوف من اتخاذ القرارات أنا الناس اللي هم عندهم الخوف أن هم في اتخاذ القرارات دول بيصعبوا عليها جدا لأن الناس دول اللي عندهم صعوبة في اتخاذ القرارات ماشيين بمبدأ إيه بقى اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفه مش فتري تيجي تقوله خد قرار في موضوع ما أو خد قرار في مشكلة ما يقولك لأ أنا خليني كده رغم أنه عارف ومتأكد أنه بحققش أي أهدافه أنا شايفة أن اللي هم بيقولوا ده أن اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش مالوش غير معنى واحد بس هو نقص الشجاعة على اتخاذ القرارات وخصوصا أن هم ممكن يكونوا محتاجين ياخدوا قرارات مهمة جدا في حياتهم وقرارات مصرية والخوف ده بيخليهم يأثر عليهم يعني مثلا في ناس كتير قوي في حياتهم سواء الأسرية أو المهنية عندهم صعوبات ومشاكل ومتأكدين أن هم بيقابلوا مشاكل ومتأكدين أن هم مش عارفين يعملوا حاجة لأ هم خايفين يعملوا حاجة هم مش عندهم الشجاعة أن هم ياخدوا القرار فبالتالي ما بيحققوش أهدافهم فبالتالي بيتخلوا عن سعادتهم ويعودوا يتفرجوا على حلمهم هو بيتحطم وبيحققوش أي أهداف فبنحس أن الأشخاص دولت بيجي لهم حالة من الإحباط والإكتئاب لأنهم بيحسوا أن حياتهم ملهاش لازمة حتى السعادة اللي بيبقى نفسهم يحسوها والسلام النفسي ما بيوصلوش ليه لأنهم مش قادرين ياخدوا قرار أنهم يبعدوا الأزعى عنه فبالتالي بنلاقي الأشخاص دول بيدخلوا في مود من الحزن والإكتئاب صح؟ هي منطقة اللي هي الخوف من اتخاذ القرار أو الخوف من التغيير عموما هي منطقة اللي زي ما أنت قلتي أنه اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش فدايما اللي نعرفه هي منطقة الراحة بتاعتنا اللي إحنا قاعدين ومرتحين فيها منطقة الراحة اللي ما بنسعاش فيها من إحنا ولا بنجازف ولا بنسع فيها للتغيير وللأسف هي ضد طبعتنا البشرية وضد تكرمنا ربنا خلقنا وكرمنا علشان نتفكر ونتعلم ونعرف يعني نكتشف ونتطور ونتغير علشان إحنا بقى كده بنلاقي في أي تجربة تغيير زي ما أنت بتقولي أو حاجة بتطورنا بنلاقي الخوف واقف فيها واقف ما بيننا وبين النجاح واقف ما بيننا وما بين إن إحنا نفعل قدراتنا عشان ننفع بيها نفسنا وننفع بيها غيرنا الخوف دايما هو المشكلة وبيبقى خوف إيجابي بس لما بيخلينا نطلع من منطقة الراحة وعلى فكرة منطقة الراحة مش منطقة راحة ولا حاجة هي منطقة تعذيب منطقة تعاد جدا جدا وتسويف وتسويف والشخص ده دايما بتلاقي إن هو محدود في موقف الضعيف سواء من الناس اللي حواليه أو هو شخصيا ما بينه وما بين نفسه خلاص هو دايما حاسس إنه ضعيف هو مش متحكم أصلا مقاومة مستمرة ما بينه وما بين نفسه اللي عايزة بقى يفضل قاعد في منطقة الراحة اللي تكلمي عليها اللي هي فعلا هي مسماها منطقة راحة عشان هو بيبقى ما بياخدش خطوات ولكن هي طبعا يعني أكتر حاجة ممكن تكون متعبة في الدنيا إن أنا أفضل قاعد في منطقة راحة هي متعبة وحتى متعتها مؤقتة يعني الواحد اللي بقاعد مرتاح بيعتقد للحظات إنه هو أو لوقت إنه هو مستمتع هو مرتاح لكن هو ما بيحصلش على السعادة على فكرة هو ممكن يكون مش مرتاح هو ممكن يكون مستحمل في سبيل إنه خايف إنه ياخد القرار ويغير يقول إيه لأ ما خليني هنا أنا عارف أنا عارف إن هنا فيه أسوأ وأسوأ واحد اتنين تلاتة اربعة بس ما عندوش شجاعة ما هي دي أنا بقول عليها المجاسفة المجاسفة فبيترك كل ده بيترك المجاسفة عشان هو مش سعيد عشان ما فيش رحلة يعني ما بيمشيش ما بيدخلش في الرحلة ما بيعرفش حق أهدافه حتى ما بيباش مبسوط ما بيباش سعيد طب وتفتكري يعني ممكن الشخص ده يعني يعمل إيه علشان يقدر يعدي الحتة دي لا لازم يبقى فيه مقاومة لازم يبقى فيه موجهة للخوف ده أنا خايف من إيه وأبتدي فعلا إن أنا أبتدي أجازف أبتدي إن أنا أحاول أطور نفسي أبتدي أحاول أغير نفسي أبتدي الرحلة الرحلة هي اللي فيها السعادة الحقيقية اللي إحنا بنبتديها لكن وإحنا مكاننا مفيش عارفة ده برضو بيخلينا بينقلنا إن إحنا بتلاقي ناس كتيرة جدا وده شوفنا طبعا كتير جدا من الفترة اللي فاتت الناس عندها خوف وهلع من الأمراض ومن الناس اللي حواليه ومن أي حاجة بيجي يعملها طبعا الخوف من المرض من أكتر الزوايا المرعبة في جانب الخوف وبالذات دلوقتي أكبر مثال على اللي إحنا فيه جائحة كورونا في العالم كله عاملة زعر عالمي يعني تخطى بلد أو مجتمع بكل المجتمعات فيه زعر اللي خوف في الحالات الأمراض دي بيبقى حاجتين يا أما خوف سلبي يا أما خوف إيجابي ولما بيبقى خوف سلبي للأسف بيدرنا جدا وبيدر الشخص اللي بيتعرض ليه جدا عشان هو بيعمل خلل في التوازن الشخص ده الخلل ده بيجي من أن إحنا أفكارنا لما بتبقى سلبية بتأثر على مشاعرنا وبالتالي بتأثر على جسمنا فالمناعة بتقل علشان ربنا مدينا الداء والدواء في جسمنا والدواء هو المناعة الطبعية اللي بتواجه أي فيروس أي مرض فالمناعة دي لما طاقتنا أفكارنا بتبقى سلبية وبتقل المناعة دي بتقل على المواجهة ده والسبب الرئيسي في الخوف هو الرفض إن إحنا بنرفض إن إحنا نتعامل مع المرض ده من كتر ما بنخاف منه بنستخبى منه بنرفض إن إحنا نتعامل ما هو مش بنتقبله وده بيضعفنا أكتر وبتيجي هنا بقى النقلة إن إحنا نتحول من الخوف السلبي ده للخوف الإيجابي إن هي نبقى إن إحنا بناخد بقى الحذر يعني مثلاً في موضوع زي كورونا ده بنبتدي إن إحنا نخرج نحسن تفكيرنا ونحاول إن إحنا ما نفكرش بأفكار سلبية ونتعاطى معاها عشان طبعاً الأفكار السلبية كلها بنتعاطى معها بتكبر وبتأزينا وبتضعفنا نحاول ناخد جانب الحذر بس لازم في نفس الوقت بالضبط إن أنا يعني الحذر دي فيه فرق كبير بينها وبين إن أنا بقى خايف طبع ما هو ده الفرق بين الخوف الإيجابي والخوف السلبي الحذر هو عكس السلبي بس خلي بالك فيه ناس أما عندهمش إن هما يقدروا يميزوا في الحتة دي فتلاقيهم بيربطوا الأحداث ببعض يعني يوب حد قريب منه جداً جداً جالوا نفس المرض ومش في نفس الظروف بتاعته بس حالته تدورت جداً يقول أنا أبقى زيه وحط نفسه مكانه هذه الأفكار السلبية إحنا إنعكاس لأفكارنا يعني إحنا وقعنا ده عبارة عن الأفكار اللي إحنا بنفكر فيها فلو سلبية هتنعكس علينا وفعلاً يعني فيه ناس يقولك معقولة الخوف بيدعى في المناعة آه الخوف بيدعى في المناعة بدليل بدليل إن فيه ناس كتيرة جداً وأعتقد إن كلنا أكيد سمعنا حالات زي كده ممكن يبقى شخص أصلاً ما عندوش أي مرض ولكن مثلاً مثلاً كمثال يعني هو عنده الناس في العيلة عندهم ضغط عندهم سكر هو دايماً بيبقى حاطة في دماغه والفكرة دي إن إحنا عندنا وراثة إحنا عندنا وممكن يكون هو عضوياً ما فيهوش أي حاجة ومن كتر ما هو بيفكر في الحتة دي وخايف منها قوي وبتلاقيه فعلاً بيبقى مريض ضغط وعلى فكرة ممكن يكون مامته أو بابا جالوا مثلاً نفس المرض فيعود يقول لا أنا أكيد هبى زي بابا أو أكيد هبى زي مام فلازم هطلع نفس المرض فبالتالي الأفكار السلبية بتبقى مزروعة فيه هي تبقى غصباً عنه فما قدرش بقى يميز يقدر يقول إيجابي أو إيسالبي هي تبقى صعبة هي بتبقى برمجة يعني إحنا في لحظة إن الأفكار السلبية بتسيطر علينا يبقى إحنا برمجتنا هي اللي ممشيانا لكن لما أنا رأي بأفكاري واخد بالي منها وأنا أغيرها هبقى أنا ساعتها غيرت برمجتي وأنا اللي بمشي نفسي يعني وأنا اللي بوجه نفسي ولسه مكملين معاكم أعزائي المشاهدين عن الخوف لكن هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم استنونا ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين موضوع حلقتنا النهاردة عن الخوف علشان نتحرر من الخوف لازم نفهم ما هي الخوف لازم ما نخافش من الخوف نفسه عشان الخوف مجرد فكرة في عقولنا فكرة إحنا المتحكمين فيها زي ما بنكبرها ونغذيها نقدر نصغرها ونتخلص منها بمجرد نخطو خطوة أولى اللي هي نعرف إيه سبب الخوف إحنا خايفين من إيه لما بنعرف السبب بنعرف نواجه خوفنا وبنعرف إن إحنا نتعامل مع الخوف ده إن إحنا نغير الفكرة بتاعتنا عن الخوف من خلال طبعا تقنيات كتير سواء الخوف من الماضي أو الخوف من المستقبل وفي حاجة جميلة قوي ممكن تخلصنا من الخوف بمنتهى البساطة وهي قربنا لله سبحانه وتعالى كلما بنقرب لله سبحانه وتعالى بنتميلي بالحب الحب اللي بيخلي عندنا ثقة ويقين وتوكل على الله الحب اللي بيحسسنا بالأمان ولما بنحس بالأمان ما بيبقاش فيه مكان للخوف بهوانا فعلا يا سلفانة لو كل واحد فكر بالطريقة اللي انت بتقولي عليها دي الناس كلها تبقى مرتاحة ومطمئنة ويفكروا بالطريقة الإيجابية ويمنعوا أي خوف ناحيتهم أما بالنسبة لي أنا بالنسبة للموضوع اللي الأشخاص اللي صعوانين عليها جدا اللي هما مش قادرين عندهم صعوبة في اتخاذ القرارات ما تكونش خايف فيه خطوات أنا هممكن أقول عليها علشان تساعدهم أول حاجة أن انت ما تكونش خايف وانت بتاخد قرارك ده تاني حاجة أن انت تحدد المشكلة بتاعتك لازم تشوف المشكلة بتاعتك وتحدد القرارات اللي انت خدتها بناء على المشكلة بتاعتك اللي مناسبة لظروفك انت لو انت مش قادر تاخد القرارات دي ممكن تستعين بأي حد قريب منك من أصدقائك من معرفك من عيلتك مش عيبة على فكرة ممكن تستعين بحد مختص يستعين أهم حاجة بالله بالله طبعاً يعتبر حلقتنا كلها النهاردة حطم خوفك بحسن الظن بالله لأنني لو عندي حسن الظن بالله هبقى متأكد أن أي خطوة هدخل عليها سواء كانت حققت النتيجة اللي أنا عايزها أو لا فهي في الآخر خير وعشان كتير بيبقى الخوف ده هو اللي بيحميك فتقدر تاخده معاك في الرحلة بتاعتك في سيارة نجاحك ولكن تفضل انت دايماً القائد للأسف خلص وقت حلقتنا وخلصت حلقتنا وخلص الموسم الأول من برنامج بيقولوا وكنا مبسطين جداً معاكو خلال الحلقات اللي فاتت واستنونا إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي في موسم